حققت مملكة البحرين خلال الأوينة الأخيرة العديدة من الإنجازات العالمية التي ترددت أصداء نجاحاتها في مختلف دول العالم ما عزز من نجاحات المملكة الحضارية والإنسانية والتنموية على الخريطة الدولية من موسكو إلى باريس ومكسيكو سيتي مروراً بواشنطن وهناك في أعالي قمم نيبال اسم واحد يتردد حاملاً معه إنجازات عالمية مرموقة مملكة البحرين تتصدر المشهد العالمي فخلال الأوينة الأخيرة ترددت أصداء إنجازات مملكة البحرين في العواصم العالمية وعلى مختلف الصعود كان أبرزها قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الدكتورة الفخرية وذلك تقديراً لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات وتأكيداً على ما يليه جلالته من حرص واهتمام وإيمان راسخ وعميق بدعم وتعزيز التعايش السلمي والحوار والسلام وضمن برنامج منتدى جيل المساواة الذي نظمته كل من فرنسا والمكسيك بمشاركة دولية واسعة أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطلاق أعمال الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيك بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وسط حضور عالمي باعتبار الجائزة خلاصة ثكرية ومعرفية للخبرة الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة البحرين الأمر الذي أسهم في وضع هذه المبادرة تحت تصرف المجتمع الدولي ومن مملكة البحرين التي باتت حاضنة مهمة للشباب في العالم من خلال المبادرات التي تقدمها لهم والتي تستنهض همامهم وقدراتهم وابتكاراتهم من أجل أخذ موقعهم الصحيح في صفوف الأمامية داخل بلدانهم انطلقت جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة والتي دائما ما تتجه أنظار الشباب نحوها للمشاركة فيها باعتبارها منصة شبابية قادرة على إبراز مواهبهم وطاقتهم كما حققت مملكة البحرين إنجازا حضاريا وإنسانيا بمحافظتها على موقعها ضمن الفئة الأولى وللعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعد أعلى تصنيف دولي في هذا المجال وهو نتاج للتوجهات الملكية السامية بإعطاء ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية قصوى لبناء سوق عمل يرتكز على المبادئ الإنسانية والحضارية ومن القمة الجبلية الأعلى في العالم قمة إذريست وجهت مملكة البحرين رسالة السلام إلى أرجاء المعمورة كافة رسالة حملها أبطال الحرس الملكي بكل نبل وبطولة رافعين راية البحرين خفاقة فوق سقف الكرة الأرضية محققين بذلك إنجازا عالميا ساميا يضاف إلى سلسلة إنجازات المملكة الحضارية والإنسانية والتنموية